احتجاجا على قرار وزارة التعليم العراقية استئناف الدراسة في الجامعات التي انقطع طلابها عن ارتيادها خلال الفترة السابقة أغلق بعض الطلاب أبواب جامعاتهم مطالبين بتنفيذ مطالبهم قبل العودة إلى مقاعد الدراسة وأقدم طلاب جامعيون في محافظة بغداد على نصب خيام أمام بمن الوزارة رفضا للقرار ومطالبين بإلغائه حتى تحقيق المطالب أو مطالب الاحتجاجات وفي البصرة أقدم طلاب على إغلاق أبواب الجامع بالخيام رفضا للقرار وكذلك أقدم الطلاب في باب الزبير على إغلاق بوابة مجمع الكليات